الشرف من أشهر إبل الجزيرة تاريخها ممتد لأكثر من 200 سنة لهذه السلالة اللي قاض من بعضها بعض دمها واحد شكلها واحد لونها واحد يتوارثوها الشيوخ والمرأ والحكام ليه وقتنا اليوم الشرف ما هي مجرد إبل الشرف تاريخ ممتد لهواية عربية أصيلها أصبحت اليوم بفضل الله هوية وطنية وأعني ألبل بوجه عام اللي أنشأت لها دولتنا الرشيدة هذا الكيان العظيم والصرح الشامخ اللي أصبح اليوم بيت أهل ألبل الكبير نادي ألبل لهلها ومحبينها ومشجعينها وموني يرغب الدخول لعالمها العظيم سألت عن الشرف سألت عن وصافها وعن ما يميزها عن غيرها ولقيت الجواب الشافي الكافي عند من شافها معاني الفريق محمد بن حمدان يقول أبلن طولها زين زين بالحيل لكن فيها شيء قليل تشوفه في غيرها أبلن بعضها من بعض شكلها واحد ووصفها واحد وشبهها واحد تشوف الناقة في منها وتحلاها وتمقلها وين جيت معي شارها ليه هذه هي تحسبها اليولة وهي ما هي بهي أختها لكن تسنق قاصة هذه من هذه يقول فيها فيهم ميزة طول الجنب وطول الضلعة غريب يقول الناقة اللي أبركت تملى المحل اللي هي فيه تملى المحل ذا حتى اللي قدامناها الحيلة وتبرك منه اللي أهناك انحور هنا وساع خفافها كبار وحدات هنا اليد برة تقول قطات فرس وجيه هنا حية يقول اللي ألتفتت فيك تشهبك تشهبك من حد وجهه وزينه يقول يرجابها جرد أذنيها لهي بطوال حيل طول هزين لكن يقول طوال إحداد ومهيفات من تراكيات على الصنقر من قصص هنا الطريفة اللي تبين غلاها وغلا رعيها نجعلها الجنة الملك عبدالعزيز يقول ابو فارس هاك النهار رحنا مع الملك فهد في البر أيام الربيع وتعرض الرعاية وهناك واحد يصوت باسم الرعية اللي أقبرت الرمانات الطوافح شقحب العظام الفلانيات يقولوا هذه هي كل رعيت تعرض وتروح في منظر ما ينسى ما ينسى اللي يشوفه ولا يروح من الذاكرة يقول يوم أخذنا شوي للأرض يوم جالها رجفة إلى يوم نوه الشرف يقول والملك فهد يجف ولما هذه كلها تجف يقول يا خبط خفافها في الأرض تقول ضربة الغام يقول يا يوم بعض أخويا أنا يوم جا فيهم اختلاف شوي يقول يا يوم عرضوح يقولوا يلتف طويل العمر أرجع لي حيا الملك سلمان قال أخلفت أخوي أنا يقول ويجي لها عرضا يبطل العروض اللي غيرها كله نستانس وننبسط ويغني بوفارس يقول ملحا لها تشهد جميع القبائل فكت ربيط الحبس من حكم قتله ملحا لها في كل حزة فضايل كم من قل صانته ومنحاتله واللي يبي عنها شهود ودلائل بعطيه مني قبل نقضه وفاتله بيتني سده عن جميع المسايل ويبين اللي بالفخر نس باتله أقولها بشهود والرأس طايل فهد وقف للشرف يوم معرضاتله واليوم مع التطور مجال ألبل ومع ما يقوم به نادي ألبل لها ونجمي على هلها وحطوا لها كل المنصات سواء من التوثيق سواء من منصة تسمها سواء وحفظت منصة تسمها أي اسم تاريخي حفظته وعطته حق الحق عن جميع المسايل ومن القادر لها له وصار اسم الشرف من نصيبة سيدي صاحب السمو الملكة الأمير محمد وحفظت منصة تسمه العهد الله يحفظه ويستاهله بسلمان جعل أمره طول